كافذان كاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة موسيقى السلام عليكم متابعي كافذكا في انتصار العذكوري الخصائية النفسية تنشتغل في المدارس الحلقة اليومية تخص الأطفال وكيف يتعامل مع الشاشات والتكنولوجيا في هذه الحجر الصحي وبصفة عامة في الحياة اليومية أول حاجة قبل كل شيء كما لاحظته وبما أن الدراسة هي عن بعد طرينا نتواصلوه عبر الشاشات الإلكترونية كل واحده عنده الرأي دياله على هذه الاستعمال طبعا يمكن بعض المعارضين بالنسبة لي أنا الرأي الشخص ديالي هو أنها قيمة إيجابية حيث نقدروا نستفدوا منا واحتى الآباء كيشاركوها مع الملدات وكيتعلموا حال من حاجة مع بعدياتهم من جهة أخرى كتخليهم في اتصال مع الأصدقاء ديالهم شيء اللي هو مهم في هذه الحجر الصحي ولكن من غير أنها كتستعمل كوسيلة التعليم كتستعمل أيضا كوسيلة الترفيه وهنا فين خسنا نردوا بالله وسكم تعافوا بأن الأبحاث بينات إلا خلينا الأطفال فترة طويلة أمام الشاشات يقدروا يشكلوا خطر في النمو الفكري ديالهم إلا خليناهم بدون مراقبة ومدة طويلة هادشي يمكن يتسبب في تأخر في الكلام نقص في التركيز نقص في المدخسيتي اللي هي المهارات الحركية وخلق بعض السلوكات العانفة لهذا المضادمة العالمية دي السمع البصري حول التعطي كيف يقدروا الأطفال يستعملوا على حساب السن ديالهم إلا كان ولد في عمره سبع سنوات عنده الحق في سبع ساعات ديالاستعمال في سمنة كاملة إلا كان عنده مثلا عشر سنوات إذا فرقية عشر ساعات ديالاستعمال الأطفال يديهم قل من ثلاث سنين حاولوا استنبوا الشاشات بصفة عامة بالنسبة بلايستيشن لجو فيديو من الأحساب ما يبدوا يستعملوها حتى مما فوق ست سنوات وبالنسبة للمواقع الاجتماعية يمكن لها تكون من فوق 9 سنوات وطبعا بالمراقبة ديالكم اللي هي شيء أساسي وأخيرا كيف نقدر نعاول أولادنا لكي يشتنبوا الإدمان للشاشات من الأحساب يمكنك تفرجون مثلا نتفرجون معهم نحاول نخلقوا حوار تساؤلات حول الموضوع ديال المشاهدة نخلي أولادنا مما ينظموا الأوقات ديال الاستعمال الشاشات بشرط أنهم يحترموا الشروط اللي تكيل منعليهم من قبل ومن الأحساب ما نستعملوا الشاشات كرقوبة ولكن كوسيلة جديدة دخل في التقاف دينها ونتعلموا كيف نستعمل لهذا كنخلكم شكرا على المتابعة وإلى الحلقة القادمة نعم مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس بش يوصلكم كل جديد